أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج الحكب السياسي مشاهدينا ومسامينا اليوم راح تكون حلقتنا هي استكمالا للحلقات يلي عمنا عقدة نحن مع كحكب السياسي مع الجامعة الأمريكية من ضمن برنامج لبنان في كرنو الثاني ضمن مصار أمن ودفاع ولهيدا السبب راح كون عم بستضيف بالستوديو معي العميد الركن المتقاعد خليل جميل قائد قطاع جنوب الليطاني سابقا صباح الخير يعني جنرال من ضمن هذه المسارات اللي عم تمشي بالجامعة من خلال المدوات والمحاضرات اللي عم بتصير من ضمن أمن ودفاع وصلتوا لما كان تحكوا عن موضوع ترسيم الحدود بالمئوية الأولى وكيف بتشوفوا بالمئوية الثانية قدي مهم يعني من بعد ما قطع لبنان بمئة سنة ما تم ترسيم حدوده قديش مهم انه كل بلد يكون مرسم حدوده وقديش هذا الموضوع بنعكس إيجابا على الداخل والدولة المعنية لبنان لما رسم حدوده من مئة سنة يعني قطع بمراحل كتير توصلنا لهون حلق نحن بالنسبة لنا الحدود اللبنانية مرسمة الجنوبية اللي عم نحكي عنا الحدود مرسمة والحدود حلق نحن نبلش بالموضوع الجنوبي نجح ننتقل إلى الموضوع الشمالي والبحري البحري بعد مع سوريا مصر بس ما في مشكلة بالحدود اللبنانية في الحدود الجنوبية للبنان اللي بتبلش هي من نقطة رأس النقورة بخلص بجبل الشيخ مقصوم بقسمين قسم بيبلش من النقورة رأس النقورة بيخلص على نهر الوزاني هاي الشقفة بين لبنان وفلسطين وهيدي فيها مشكلتين أساسية قبل ما يكون في إسرائيلة هوني لوصلنا لهون قطعنا بمراحل بس هلأ حاليا هايدي منطقة فيها مشكلتين مشكلة اسمها التحفزات واللي مشكلة تانية اسمها الخرق الدايم هاي المناطق محتلتين إسرائيل الشقفة التانية اللي بتبلش من نهر الوزاني تخلص على جبل الشيخ هاي الحدود الدولية بين لبنان وصوريا هاكيد محتلتها إسرائيل جولان المحتل وضمته في سنة 1981 هايدي كمان بالنسبة لبنان فيها مشكلتين مشكلة قرية الغجر مشكلة مازارع شبا بس توصلنا لهون في مراحل تاريخية قطعنا فيها شو هي هايدي المراحل التاريخية إزا بنا نحكي عنا؟ إزا بدنا نبلش نحنا لازم نبلش رسميا لما نعمل لبنان الكبير يعني 1920 1920 هلا قبلها كان فيئة فيت ساكس بيكول لقصمة المنطقة العربية سنة 1916 هايدي هايدي يعني أكلت كتير من حقوق لبنان اللي كانت موجودة كان لبنان الحدود بينه بين فلسطين من نقورة بياخد للترميع وحير التبرية ولكن لما نعمل لبنان الكبير لما صرنا رسميا عم نحكي مع لبنان عمل سنة 1920 لما جنرال جروء أعننه المرسوم 318 الشهير هون نحنا كانت لبنان يضم شريط اسمه شريط القرى السبع وعطوهم هويات جران ليبان لبنانية المرحلة الثانية تحضيرا لقلة بين العشرين والتلاتة وعشرين ألف الانتداب الفرنسي والبريطاني ألفوا لجنة هايدي هاللجنة بحطت الحدود بين الانتداب الفرنسي على سوريا واللبنان والانتداب البريطاني على فلسطين هايدي هاللجنة أنتجت معارف لاحقا بالاتفاقية الشهيرة بولينيو كومبسنة 23 بلاتة وعشرين قطعنا على المرحلة الثانية مما رحل الحدود اللبنانية بلاتة وعشرين باختصار هالبولينيو كومبسنة كان اسمه الضباط الفرنسي بولينيو كومبسنة والانجليزية والبريطانية هايدي حطت الحدود بين لبنان وسوريا من ميل وفلسطين من ميل مش بين لبنان وسوريا هايدي اللجنة سلخت عنا شريط القرى وخسرنا شريط القرى السبع هلا من سلسل اللي اخسرت ولكن شو عملت هاللجنة؟ هاللجنة حطت الحدود بين لبنان وصوريا ومقالنا وصوريا من ميل وفلسطين بتبلش من رأس النقورة تخلص على ضائعة اسمها الحمة هي ضائعة فلسطينية مسلس لبنان سوريا أردن فلسطين هونيك نقطة الالتقاء هونيك نقطة الالتقاء ولكن لبنان حصته كانت هي 8 و3 نقطة بتبلش من رأس النقورة بتقطع بقى أول نقطة بقلول لها البي بي وان عم نسمع فيها عطول بوردر بوينت واحد وبتكفل هاي بالنقورة هاي الصخرة لا قبل الصخرة هاي دي بعض الصخرة يعني نحنا حدودنا بتبلش من رأس النقورة من الصخرة بتطلع بتوصل للبي بي وان اللي هي حد البوليس الفلسطيني وبتكفي لتوصل لحد البي بي 38 تخلص على جسر الوزر يعني حدودنا يعني بهالاتفقية 82 كم كانوا بيبلشوا من شخرة رأس النقورة بعدين تتالي النقاط من الواحد لل38 لجسر الروماني القديم على الوزانة هالخط هاي دا بيعمل لحدود بين لبنان وفلسطين هاي دي ببولينيو كمبي مخصنا نحنا بلبنان يعني كانت هاي دا شو عملو حطوا 38 نقطة 38 نقطة هي عبارة عن حجار واسمن متر ونص المعنى متر ترسيم لحدود البسير متر على شرط انه يشوف على اليمين 2 كم وعش مينة ثلاثة كمبي مخصنا نقطة وبين النقاط حطوا نص تكست يعني نعم جنرال خليل جميل قائد كطاع جنوب الليطاني سابقا جنرال كطاع تحكي عن 38 نقطة يلي هني نتيجة كانوا الاتفاقية بين البريطاني والفرنسي هاودي النقاط الوصل بيناتهم كان نعنص تكست يعني مثلا بيقولوا يتبدأ الحدود اللبنانية من زخرة ترسيم أورا تتبا خط القنع المكسر الماي بتوصل على البيبي وان اللي هي الأول نقطة تبعد خمسين متر عن البوليس الفلسطيني وهكذا دولاك هكذا ترسمت بولينيو كم هاي دي المرحلة التانية اللي قطعنا فيها تغسلنا فيها القرى السابق المرحلة التالتة قبل ما نوصل للخط الأزرق هي مرحلة خط الهدنة خط الهدنة هو خط يعني سنة 48 لما صار في حرب مع فلسطين والمشهورة بال49 لبنان عمل ب23 قدار هدنة مع إسرائيل هالهدنة بتحكي عن كتير إشياء ولكن أهم اتنين بالنسبة للحدود كانت أنه خط الهدنة يتطابق مع خط الحدود الدولية يعني بين لبنان وفلسطين على أساس خط الهدنة هو خط الحدود بولاني كومب يلي هو 38 نقطة ولكن شو عملوا بخط الهدنة خط الهدنة زادوا النقاط يعني هات 38 نقطة من شان دقة الخط حطوا زيادة عليهم 105 نقاط يعني صاروا 143 نقطة بتبلش من راس النقرة وتخلص على نهر الوزاني مثل ما قالنا على جسر الروماني القديم بهال طريقة الخط زبط وبعدين صار في نقاط وسيطة حطولها غير ترقيم يعني بنرجع على النقرة بين الصخرة والبي بي وان حطوا نقطة الشهيرة اسمها البي وان هايدي كانت نقطة وسيطة اللي بتبين البي بي وان والبحر هاي نحطت على صخرة لانه تحت مط نحط لانه تحت على المد يعني المية وخمس نقاط هني كانوا ربط بين الـ 38 نقطة اللي موشتي هاودي خط الهدنة هيك نحط ووقتها بخط الهدنة قالوا انه هيدا الخط الاساسي ليه لانه هيدا الخط الوحيد قالوا ان عمل وقت الكان لبنان صار رسمية مستقل يعني نحنا عم نتبع هلأ بتحفوزياتنا على الخط الازرق او بالخرق الاسرائيلي عم نتبع هيدا الخط هو خط الهدنة هلأ من وقت لبنان الكبير لحد خط الهدنة قبل ما نصل لخط الازرق صار عنا ثلاث خسارتين اول خسارة هي اللي حلناها شرية الكرة السبع اللي بيطلع حوالها 72 كم مربع وخط الهدنة هيدا ضم لفلسطين هلأ بقى لك شو أهلي والتاني واحد خط الهدنة اللي ما كان نظبوط مطابق لخط بوليني كوم خسرنا 16 كم مربع بالنسبة للكرة السبع الكرة السبع هاودي لبنانيين هلأ في حدهم كان كرة مش لبنانية هني معهم بهويات لبنانية والطابو طبعهم وأسجلاتهم بمرجعيون عطاهم انتداب الفرنسي هويات هلالانتداب بسك الانتداب بيقول ممنوع يغير بالديموغرافيا بالدول المنتدبة فجأة بعد ثلاث سنين مما كان أعطيهم هوياته عملهم أحصى بالـ 21 بيقولهم أنتوا صرتوا بفلسطين بيقولهم واللي قدر هرب أو قدر قطع لجبل عامل اللي هو انتمائه الطبيعي والأسرة قطع واللي بقيوا هوني اجه الإسرائيلي بـ 48 هجروا ونعمل فيهم وجازر ما بقى فيه بقى ضيع هالضيع هني سبعة بيبلشوا من الشرق باتجاه الغرب يعني إبل القمح هونين نبيوشع أدس الملكية هاو كانت التابوطة صالح هاو طربيخة هي أول خسارة 14 كم الثاني خسارة هي خط الهدنة خط الهدنة شو؟ خط الهدنة خسرنا 16 كم مربع ما كان مطابق لخط البولونيو كومب ولكن بيقولوا الخبراء انه خط البولونيو كومب ما كان دقيق وخط البولونيو كومب وفيه أمر واقع ومعارك والآخر خسرنا برميش وبيرون وببليدة خسرنا بس ولكن هلا عم مشتغل على خط الهدنة خلص يعني تم تثبيت هذا الموضوع تننطلق منه تننطلق منه على أساس ببنى فلسطين حكينا باتجاه فلسطين باتجاه سوريا في اليوم الحديث عن قرية الغجر ومزارع شبعة هل ينطبق ما انطبق بالسابق على الكرة السابع على هيدول القريتين لا المشكلة بين لبنان وصوريا ما نحطط مثلا ببولونيو كومب مشكلة بين لبنان وصوريا هي حدود دولية هيده ما قاله علاقة ببولونيو كومب هيده بين لبنان وصوريا بل حدود الدولية اللي فيها مشكلتين الغجر ومزارع شبعة رح نصرح الغجر ونرجع للمزارع شبعة كبيرة بس حتى يعني هاو دي من ضمن خسارات بولينيو كومب هاو دي من خسارات تانية بولينيو كومب خسرتنا هاو لو صلنا للخط الأزرق الخط الأزرق بيطلع من النقورة بيخلص عجبا للشيخ من ضمن مزارع شبعة وقرية الغجل إذا قبل ما نضطر للخط الأزرق سأقول لك عن مزارع شبعة نعم مزارع شبعة شو مشكلتها الرئيسي مشكلتها أنه بالألف سعينية وعشرين لما حطوا حدود لبنان الكبير قالوا حدود لبنان الكبير ألق أخضي حاصبية إلى آخرين وقالوا صنجك ترابلس ومنشيل منه هالمناطق ما شالوا من قضاء حاصبية قضاء حاصبية كانت مزارع شبعة ضمنه وكان قلنا بعد قدام هايدي الخريطة الفرنسية لما حطت هايك حطت شي خط خطأ هايدي خطأ بالخرايط الفرنسية ولكن انت لما يكون عندك وسيقة عند جاتب العدل وفيها خريطة إذا في خطأ بالخريطة ترجع على الوسيقى صار فيه مطالبات وبلشت الدولة الفرنسية الحكومة الانتداب الموجودة تطلب من دولتها اللي حطت هالاتفاق بالأمم المتحدة إنه يا عمي غيره ما كانت تغير الحكومة الفرنسية تركت نفس الخرائط اللي موجودة نعمل كذا اتفقية بين الأهالي مع بعضهم ومع خريطة بيرت بارت وبرونانفيل وإلى آخرية على أساس ترجع شبعة للبنان هلأ شبعة بتصريحات كل المسؤولين السوريين هي اللبنانية يعني الرئيس سوريا ووزارة الخارجية مخيل وهب البندوق بس ما في شي رسمي في عنا آلاف المستندات ونحن الدولة اللبنانية بعطت كذا مرة على الأمم المتحدة الأمم المتحدة بعدها لهلأ بتعتبر إنه مزارع شبعة تطبع للقرار 242 مش للقرار 425 يعني أراضي سورية يعني أراضي سورية ولكن بدي أقل لك شغلة سريعة يعني هيدا مشكل إضافي للبنان مع سوريا بس نحن سوريا بمجرد مصرحة على سينة هيك مثلا ب1919 كان في مشكل بين الناروج والدنمارك على جرين لانت بتقوم هذا الوزير الخارجي الناروجي بأحدى زيارته للدنمارك بيقول ب1919 إنه نحن منطابق مع حكومة المملكة على أنه جرين لانت هي جزء الشرقي منه هو لدنمارك أخذوه على عملوا محكة مثل هاي تكلوا على حديثه تكلوا هاي دا الحديث الشفاي بال1934 ثبتت إنه جرين لانت لدنمارك نحن عنها كتير تصاريح سورية وعننا يعني مسؤولين اللي هني بيحطوا سياسة دولة وعننا كتير مئات الوسيق إنه هالأراضي اللبنانية وخرايط والآخرية والدفاقية هايدي مشكلة مزير عشبعة اللاحقة مشكلة الغجر رح نشرحها بعدين بس حتى مانطة والغجر ضاية عصورية مادة ديت صارت باللبنان فيها مشكلة نشرحها بعد ما نخلص هاي منضم مشاكل الخط الأزرق طيب خلينا ننتقل على الخط الأزرق شو بداية شو هو الخط الأزرق وشو الإشكاليات تبعا الخط الأزرق هو خط حطته الأمم المتحدة سنة الألفين بين كخط انسحاب لجيش حقق من انسحاب جيش أسرائيلي منه أبدا حدود دولية لأنه خط الهدنة على أي أساس نحط؟ حط على أساس أنه هايدي الخرايط طبعا بالأمم المتحدة اجا لبنان سنة الألفين الجيش اللبناني عمل مسح له الخط طلع أول شي معه ثلاث مناطق ما نمطابق فيهم الخط الأزرق مع خط الهدنة على الخط الحدود الدولية رح نعتبره بالألفين وسبتي لما صار الحرب بلبنان عطتنا الأمم المتحدة الخط الأزرق ديجيتال صار أهيا عمل الجيش رجع عليه مسح تبين له أنه في عشر نقاط زيادة عن الثلاثة يعني نحن عم نحكي هلأ بين لبنان والفلسطين يعني صار هالخط الأزرق في 13 نقطة متحفز عليها متحفز على الخط الأزرق 13 من الثلاثة وثلاثة ولا من المية وخمسة يلي هنا تفاصيل لا هؤديك نقاط معطوطة من المية وخمسة يعني من هالنقاط بيناتهم في مطارح ما نمطابق الخط الأزرق على التحفزات رح نشرحون ما هو التحفز اللي هلأ عم نسميه تحفز التحفز هو الفرق بين خط الحدود والخط الأزرق والحطة الأمم المتحدة إجا الخط الأمم المتحدة الأزرق وأكل من أراضينا 13 مطرح ما طابق معنا عطول عم يكون المعظم المطابقة بحسابنا حساب اللبنانية يعني خسرنا خسرنا وصلنا لهون هون وقفنا قلنا لأ هاي المنطقة الناطق منا مطابقة لخط الهدني الخط الهدني مثل بولينيو كامب ما كان دايق مش مظبوط خط الهدني هال 143 نقطة كل النقطة نعمل له بطاقة ونحطط على اسكات يوتي ام واسكات لومبير على المتر خط الهدني ما فيه مطابق كليا للأرض قاموا قالوا هاي 13 منطقة أوكي لبنان قال أنا باعترف للخط الأزرع خط انسحاب ولكن أنا عندي تحفزات عليه بهالمناطق الجيش اللبناني عمل له مسح طولة وعرضة وعمقة وإلى آخر هي حتى أشكالها وموجودة هاي دي بكل اجتماع سلسي بتنطرح أنه هاي أراضي لبنانية نعم المجلس الأعلى للدفاع غير له بال2018 تسميتها صار مسميها أراضي محتلة ولكن نحن عم نقول متحفز عليها لأنه حطنا عرف عن شو عم نحكي هاي دي أول مشكلة على الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين تاني مشكلة اللي هي الخرق الدائم الخرق الدائم شو هو الخرق الدائم هو الفرق بين الخط الأزرق اللي حطت للأم المتحدة والسياج التقني الإسرائيلي يعني إجا السياج التقني الإسرائيلي قطع الخط الأزرق لحطت للأم المتحدة وبقول لأسباب أمنية وحط بين لبنان وفلسطين 17 مطرح مقرب قطع الخط الأزرق وأكل من أراضينا داخل على أراضي داخل على أراضي مثل البيوان البيوان كان عندنا تحفظ نحن البيت بيوان ما كنا قابلنا هناك مغلط الخط الأزرق قام هو قطع الخط الأزرق وآخذ البيوان وصار فيها بهاي المنطقة تحفز وخرق دائم التحفزات اللي عم نحكي عنهن 13 مسيحتهم 485487 متر مربع مشهور الرقم 485487 هاو دي 13 الخرق السبعة عشر اللي هني من النقورة للوزانة بيطلعوا 17 ألف متر غير الغجر فإذا المشكلة صارت خرق وخرق دائم وتحفزات هايدي مشكلة الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين يعني عنا مناطق بعدها محتلة بغض النظر عن مزرق شبعة وآخذ هاو المناطق محتلة طبعا يعني تسميت محتلة وهي أراضي لبنانية في مشكلة بنفق رأس النقورة كنت عم تحكي عنه المحاضرة كمان نعم نفق رأس النقورة هايدي نفق عمل سنة 1942 عملوا جيش الإنجليزي يفتتحوا مش سموه خط حيفا نقورة طرابوس كان مقصوم كذا أصلا فيه شقفي منه بلبنان يعني ما حاضر رح يعمل شقفي بلبنان وخلي نصه بفلسطين هايدي هالنفق بينزل بيقطع تحت معبر النقورة الحالي هلا عند البيوان والبيوان البيوان بيقطع بالأراضي اللبنانية 60 متر هو طوله 60 متر هايدي بيصنف عقاريا بالنقورة رقم العقار 28 مقورة هايدي كله بالأراضي اللبنانية ولكن هايدي من تحت بقلب النفق من فوق عندك المنطقة المتحفز عليها تطلع في ممكن شعاش سمتار فوق النفق وبيرجع عندك منطقة اللي هو إيكلها الإسرائيلي اللي أنا عنها خرق دايم بيبقى فيه 40 متر الإسرائيلي فايت بقلب النفق من تحت ومسكروا من الجهة اللبنانية بإسمنت وعاملوا معلم سياحي من مال إسرائيل تليفريك وبينزلوا والسياح بس بفوتوا للآخر بفوتوا للنفق وانت ما فيك تقرب يعني هاي المنطقة انت فيك توصل نحنا بصلا يفوصلنا للمطرح المسكر يعني من فوق إلنا من تحت عم يستفيد من الإسرائيلي منتج عصيحي إلى آخرين هاي دا اللفق كله يقع في الأراضي اللبنانية وهو ملك وزارة الأشغال العامة ونقر في حلول الإشكاليات تبع الخط الأزرق بطريقة المفاوضات بأي طريقة ممكن تنحل خاصة هلأ عم نحكي عن موضوع ترسيم الحدود البرية الجنوبية شو رح يصير برأيك أو شو مفترض أنه يصير للمرحلة المقبلة نحن مثل ما قلت لك شرحنا أن نحن خسرنا الكرة السابعة 72-74 كم سيدول مش خلاص راحوا 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 هلأ هن يحقونا بس نحن عم نشغل على خط الهدنة هاوا راحوا وعندك 16 كم خسرناهم بخط الهدنة صرنا أخذ 20-80 كم طب هلأ كماما نرجع نكرر الأخطاء هلأ في مناطق الخرق الدايب والتحفوز والتحفوزات المنطق أن هذه مئات مرسمة ومثبتة من 100 سنة من 23 و49 طب هذي ليش بدنا نغيرها نحن طي يكون في عدل بآخر ظلم صار فينا أنه نرجع الخط الأزرق يطابع مع خط حدود الهدنة ونرجع الخرق الإسرائيلي شريط الشائك طبعا وشريط التقني يرجع يصير مطابع لخط الهدنة هاكا بنخلص من التحفوزات ومنخلص من الخرق الدايم بترجع لحدود بين لبنان وفلسطين مثل محطة خط الهدنة هل هناك شيء محضر بهذا الاتجاه؟ يعني الجيش اللبناني ايه؟ نسمع نحن أنه جاي هوكشتاين وبدو بيد الأراضي ما فينا لأنه البيوان مثلا بدو يغيرها جيشة إسرائيلي بدو يغير البيوان يعني عم نعمل سابقة خطيرة نغير إشياء محطوطة من 100 سنة ساعتها بيصير فينا نغير غيرها وبتتخربط لحدود كلها ما في حل عادل إلا أنه ترجع على خطوط الطابعة من خط الهدنة وهيدا حكماً رح يأثر بالمستقبل على حصتنا بالنفط والغاز اللي موجودة هيدا المشكلة النفط والغاز اللي متبلش هونيك هي ليش البيوان عند يقول الإسرائيلي بدو يغيرها الإسرائيلي بدو يغير البيوان ينقلها من حدودها المضبوطة يعني هي تغير جداً للحسابات بيغير أول شي خط لحدود البحري بتبطل راس النقورة بتصير بغير محل تاني شي ليش بدو يغيرها ما هي هلأ نحن بالإتفاق العملية مع إسرائيل البعض هي منطقة معلقة اللي هي منطقة الطفافات هاي المنطقة هاي اللي بتطلع طول الشيخان هاي اللي ما شمال الإتفاق هاي اللي بيقول يبكى الوضع على ما كان عليه يعني الإسرائيلي قبل ما كان عنده وسيئة خطية تقول إنه في يبقى هلأ صار فيه يعني ما بيدوم إلا لموقعت مع إسرائيل إنه يعطينا إياه إذا نقل البيوان حتى ما حلمه بدو يعني صارت إتجاه لحدود النقطة 31 طبعا وأكل منطقة الطفافات كلها وخسرناها ما إحنا ما رح نغيرها طيب جنرال خليل جميل رح ننتقل إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وصوريا بداية هل لبنان وصوريا منتمين إلى الاتفاقيات البحرية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة عندها اتفاقيتين أساسيات نعم ثمانية وخمسين اتفاقية صغيرة واثنين وثمانية اتفاقية دخل عم نشتغلها لها لبنان موقع على هؤلاء اتفاقيتين سوريا منا موقع على أولا واحد منهم شو بيعني هيدا بالأمم هيدا مش معناتها أنه معارضة بس فيها ما تلتزم فيها ما تلتزم ويمكن يكونوا معارضة على أشياء معينة مش ضروري عا ترسيم الحدود ولكن منا داخلي بالاتفاقيات بموضوع ترسيم البلوكات سؤالين شبهين لبعض كيف تم ترسيم حدود البلوكات النفطية السورية وأيضا بالجانب اللبناني كيف تم ترسيم هذه البلوكات تنقرنهم ببعض السوريين عملوا ثلاث تلزمات للبلوكات كل واحدة تلغي التانية في 2007 لزموا أربع بلوكات نفطية هي الواجهة البحرية السورية معروفة تبلش من العريضة تخلص عزوان ترك بتركيا 190-195 كم هاي الجهاجة الوحيدة لزموا هالأربع بلوكات هاودي حول للتلزيم وقت تقدمت شركة دوف الإنجليزية وما أخذوا التلزيم هاودي الأربع بلوكات في 2007 رجع التلزيم الثاني السوري صار في 2011 هالأربع بلوكات صاروا ثلاثة وكمان نفس الحدود ما بين لبنان صاروا ثلاثة هون بعض لبنان اعترض عليهم هون هيدا التلزيم اعترض عليهم لبنان اخر تلزيم صار اللي هو هلأ العامل الإشكري أو المسألي مع سوريا هو صاروا في 2011 لتغوا الـ 2007 ولتغت 2011 جينا على تلسيم بلوك رقم واحد سوري لازموه في 2021 لشركة هيدا كل المتغيرات عم نحكي بالميلة السورية سورية 2021 لازموا بلوك اسمه رقم واحد هيدا البلوك اللي هلأ عم نشتغل عليه لازمونا شركة روسية اسمها capital limited هيدا شو ديفش على البلوكات اللبنانية حسب طريق الترسيم السورية قال لي ما هي طريق الترسيم بعد ما رسم حدوده السورية سوريا لم يرسم حدود البحرية لا مع لبنان ولا مع أبروس ولا مع تركيا ولكن نحن نستنتج كيف بدي رسم حدوده من وراء البلوكات كيف ممكن هو نيتو يرسم حدوده ينطلق بخط بارلل على خطوط العرض 270 درجة من النهر الكبير يخلص على حدود مع أبروس يعني بروح خط نار بيضر رايح ديراك بارلل على خطوط العرض هذا بربح مساحة كتير كبير بالنسبة لقلنا نحن هذه البلوكات اللبنانية رسمنا حدودنا في 2011 رسمنا بلوكاتنا في 2017 البلوكات المحاذية للسوريين هي الواحد واثنين اللبنانية طريقة الترسيم اللبنانية كيف إذا قلنا طريقة الترسيم السورية النية طبعا هيك طريقة الترسيم اللبنانية تعتمد على خط الوسط خروف ذات صلة اللي هني جزر بيلحقوا الجزر اللي موجودة نحن تقلق بخط الوسط صار عندك نطوء هالنطوء بيتفش باتجاه الحدود السورية هذا طريقة خط الوسط بسيك تريس يعني بسباك تاخد من الأراضي السورية من المياه من المساحة هلا لبنان عنده 13 جزيري بقريبا على خط الساحل تجاه العمر الساحل اللي هنه الجزر السورية الترابلسية يعني بيق المكس بالسناي على توصل لجزر اللي بتأثر اللي هنه ساناني ورامكين والنخل الاخر واحده رامكين هاو بيتفشوا خط الوسط باتجاه السورية بيصير في خط البراليلا نحكي عنه خط الوسط فرق بيناتهم حوالى 1000 كم مربع هايدا البلوك السوري اللي إن عمل في 2021 بياكل من لبنان من البلوكات اللبنانية 750 كم مربع هاي المساحة المتدخلة متدخل البلوك رقم 1 السوري مع البلوك رقم 1 اللبناني 450 كم مربع ومتدخل هالبلوك مع البلوك رقم 2 لبنان 300 تدخل بيناتون هو 750 كم. يعني السورة عم بيتحيشى ياخد بعين الاعتبار الجزر وهي نقطة الأساس نحنا بالنسبة لألنا وبكيفية ترسيم الحدود هو الجزر. ايه ما صحيح لأنه نحنا يعني هيدا. يعني نفس المشكلة اللي وجهناها مع الجنوب بترسيم الحدود البحرية بالجنوب شبيهة لأنه كمان كان في موضوع الصخرة وما صخرة. بجنوب كان في صخرة تخلط عم تدفش بتجاه ما كان فيه مقبيلة جزر لبنانية. تدفش بتجاه وين تتخلط؟ بتجاه لبنان بتواصلنا الخط هوف. فول افكت كان. ولكن هيدا ما كان فيه مقبيلة الجزر اللبنانية. هونيك فيه مختلف. هونيك يعني انت فيك ترسم بكل مطرح مثل مصاري بامريكا خرسموا مع كندا شي حسب العوام الجغرافية وما ماكسيك شي. بيضر واحد يعتمد عدة معايير للترسيم. يعني أنا مش ملزم بحضودي الشمالية مع سوريا طبق نفس المعايير اللي موجودة كانت بالجنوب مع اسرائيل. ما فيه مطرح مثل التاني حسب العوام الجغرافية هون فيه جزر 13 زيزيري من عنا وعنده هو ست جزر. واللي بتبلش بأرواد بتخلص بالمخروط. هاودي جزر بيدفش وخطه بتجاه لبنان. يعني هو عنده تأثير ونحنا عنا تأثير هالتأثيرين هاودي. بينقسموا بالنو. لا معنا مع اثنين بيطلع الفرق ألف كيلومتر لقلنا. نحنا السوريين شو عملوا؟ عملوا انوقنا اسمره رقم عشرة. ليه صحيح بدأسلك عنهم؟ نعم. لزموا في هايدي الشركة وقالوا نحنا كيف استنتجنا النية. قالوا بهالملحق انه هايدي الحدود طبع البلوك رقم واحد تتماشى مع الحدود الجنوبية البحرية لسوريا. ولكن قالوا بنفس هالمرسوم انه هايدي المتعهد اللي ملتزم طبع هالشركة مجبور يلتزم بأي موعدة هايدي اقواتي فيه رح تصير مستقبلا مع لبنان. بين لبنان والسوريا. يعني فيه باب مفتوح للمفاوضة. للمفاوضة. هلا اكيد كل دولة بتطالب الحد الأقصى. نحنا بالنسبة لقلنا هايدي عنده حجاج انونية متينة الخط طبعنا. هنه ما قلوا كتير حجاج انونية. فيه منه ولكن نادر. نحنا مثلا فيه سابعتين هلا قصارو. بالالفين واربط عشر. بيرو و تشيلي. تشيلي عم تطالب بخط عرض. بيرو عم تقولوا اعطوني خط تاني. محكمة العدل الدوليه بالالفين واربط عشر قلت خط وسط. مثل ما عم طالب نحنا. وبالالفين وارشر كمان. بين الصومال وكينيا. كينيا بده خط براليل. والصومال بده خط تاني. محكمة العدل الدوليه حكمت له خط الوسط. هلا شو الواقع بالحدود الجنوبية السورية. هل هناك تنقيب على النفط؟ لا المنطقة متنازعة عليها وما صار تنقيب. هذي يعطينا اربع سنين. من شان تنقب بعد ما بلشت. وعطينا ثلاث سنين اضافية. سبع سنين من 2021. بس ما صار. كيف صارت هذه الاعتراضات؟ من قبل اللبناني في اعتراض سوري كمان. نعم. السوريين اعترضوا على الترسيم اللبناني في 2014. نحن حطينا حدودنا حسب المرسوم الشهير في 2011. في 2014 منضوب السوري لأمم المتحدة سفير بس شارد زعفر اعترض وقال هذا المرسوم هو شأن داخلي لبناني ولا يلزم السوريين. هيدا اعتراض على الترسيم الحدود. رجعنا نحن لما حطينا بلوكاتنا في 2017. عبر السفارة السورية اعترضت السورية على ترسيم الحدود لبلوكات. وقالت يتدخلوا معنا ونازم نرسم حسب الانون الدولي. لبنان وزارة الطاقة اعترضت على التلزيم طبعا الـ 2007 والـ 2011 اللي صار قبل. انه هاودي التلزيم بيدر بمصالح لبنان ومش صحيح. ولكن ما اعترضت على اخر واحد لحد هلق. يعني البلوك رقم واحد لازم هلق نحن حتى نسبت حقنا. نعترض على الترسيم طبعه. لا نوصل للمفاوضات تنسوه. مش انه السكوت يعني الرضا. الرضا ايه ما ينفهم انه بطريقة ما في اليوم بعد اعتراض. ما في اخر واحد ما اعترضنا له. في مهلة للاعتراض. ما في مهلة ولكن المنطقة متنازع عليها ما رح تجي. مع طرد قبل لبنان تقريبا على نفس المنطقة. ما رح تجي اي شركة تشتغل فيه. طيب بموضوع عم تقلي كانت انه سوريا طالبت بالترسيم البحري حسب الانون الدولي. كيف بده يصير هيدا. هي مش ملتقى يعني هي فيها تستعين بالانون الدولي من دوماتك. فيها تستعين. مثلا اسرائيل منا موقعا. في شي جد بهذا الموضوع يعني. في ضج بالموضوع على الجنوبي لانه بحالة عداء مع اسرائيل. ولكن ايضا الموضوع الشمالي يعني رغم اهميته لم يصلت الضوء كثير عليه. ليه برأيك شو السبب. كان يجربوا الـ 2012 بعتوا لعنه. بعتوا طلب وزارة اللي كان اسمه الوزير النفط والتعديل سفيان علاوه. بعت عوزارة الطاقة مشان يحكوا بموضوع الاحدود وبعدة اشياء تانية. وزارة الطاقة وافقت. ولكن مجلس وزراء ارتقع تأجيل البد. باخر عهد الرئيس الجمهوري السابق. اخر اسبوع من بعد ما صارت الطاقة. جربوا يععمل واحدين كيك معصورية مشان ترسيم الحدود البحرية. ولكن واقع في هذا الموضوع لانه ما في رئيس جمهورية والحكومة الى اخرى. ولكن الحل نحن وصورية ما فيه. بدنا نعترض اول شيء. تاني شيء بده يستطيع في مفاوضات. يعني لازم نعود نحكي نتفع على خط. نتفع على خط مشترك يكون مطابق الى الانون الدولي. يعني احنا نعرض الخط ونبيعضه الخط ومنتفع على اساس الانون الدولي. يعني اتنينتنا منهكين اقتصاديا وبدنا نشيل غاز اذا في غاز هونك او نفض. لازم نقعد نتفاوض معها لو اهيا نتفاوض مع سوريا لانه فيه على القليلة تمسيل ديبلوماسيا. يعني فيه سفارة هون وفيه سفارة بسوريا. طيب يعني بس يعني عم بفهم منك انه مثل وكأنه البلدين ما حدا مخالف دوليا ولكن بحاجة لاتفاق. بحاجة لمفاوضات. كل واحد بكل الدول بيطالب المفاوضات بالحد الاقصى. نحنا عم نقول هيدا الحد الاقصى هو انون لنا. وهنا بقولوا هيدا الحد الاقصى هيدا انون البحرية متفاق. شو بقولوا انون البحرية يمكن نرجح يمكن نبقى على خطنا ولكن لازم نعود نحكي. طيب اذا بدأسلك يعني عن الحلول ممكنة لمسألة ترسيم الحدود البحرية هيدا هو فقط موضوع مفاوضة؟ ماذا هيدا هو؟ منبلش نحنا اكيد فيه اربع اشياء هيدا بقولوا له الحلول السياسية. الاول شيء منبلش التفاوض اذا ما زاوت التفاوض تشي اسمه الوساطة. مثل ما اصار بالحدود يعني الطرف الثالث بيجي بيعمل واسطة. هوكشتاين. هوكشتاين. هلا هونيك ما بعرف مين بيكون. هوكشتوف بركي. بيجي روسي. ممكن انه ما عم نقول شي لا الروس هيدا بيكونوا عدلين و الاخري. ولكن هيدا هيدا ازا وسيط. منوصل على اذا ما خلصنا من موضوع ما زبطت الوساطة. مننقل على شي اسمه اللجنة التحقيق. منتفق على اللجنة احنا وصوليين. ومنحطها شو بيطلع مقرراتها منمشي من التنين. او منوصل على اللجنة التوافق. بيجي حدا بطرف تاني بيقول بيوفقنا معهم. هيدا الحلول اللي هي اهذ افضل شي. الحلول السياسية. بنرجع على الحلول القضائية. بنرجع اذا ما زبطت مروا عم حكمة العدد الدولية. وهذا الشي مستبعد. ومش لازم يصير. لازم نتفق. يعني ضروري نقعد نحكي. والسوريين بعتقد لما بيبعثوا كذا مرة. من رأيك عندهم مهتمين انه يخلصوا هيدا الملاث؟ يعني الحدود البحرية فيها غاص. يعني اذا بيتفشن الوضع الاقتصادي اللي هو منحنا ويياهون نفس الشي منهكي. يعني بالمئوية التانية للبنان مفترض نبلش هذه المئوية انه نكون على القليلة مسكرين لحدود طبعنا لنقدر نبني دولة جديدة. صحيح. انا بدي اشكرك جنرال العميد الركن المتقاعد خليل جميل قائد قطاع جنوب اللي طاني سابقا على هذه الحلقة وكلها المعلومات اللي اعتدتنيها شكرا لك. ايضا مشاهدينا ومستمعينا بدي اذكر ايضا من ضمن البرنامج للبنان في قرنه الثاني رؤية مستقبلية اللي عم بتديرها او عم تقوم فيها الجامعة الامريكية. وايضا كمان الدكتور مكرم رباح الصديق مكرم رباح هو عم بيشرف على كل هيدا البرنامج. ضروري انه نذكر انه الاسبوع المقبل ب 12 فبراير اعتقد نهار تانين هناك جلسة لحوكمة وسياسات استقلالية واصلاح النظام القضاء اللبناني ب 12 فبراير 12 شباط بالجامعة الامريكية بالكولج هول بي وان الساعة اربعة. وهذا الموضوع كمان اهلا وسهلا في انو يشارك. مشاهدينا ومسلمين اللهم نكون صنر لختام حلقتنا شكرا على حسن المتابعة ومن التاع نحن بياكم بكرا اذا اردنا.